هذا الشهر هو الذكرى العاشرة لاستيلاء حماس على السلطة في غزة كحركة مقاومة بالتأكيد لدى حماس ما يؤيدها بشدة لكن هناك تيار فلسطيني أوسع نطاقا واعتدالا وهو القوى الشعبية الحقيقية في بداية انتزاع حماس للسلطة في غزة أراد البعض من هذا التيار الشعبي احتجاجا على فتح والسلطة الفلسطينية اعطاء حماس فرصة للسلطة وحصلت حماس على هذه الفرصة في نظر التيار الفلسطيني المعتدل كيف استخدمت حماس هذه الفرصة أو استغلتها اليكم تحليلنا الإدارة واستخدام الموارد بالرغم من مرور عشر سنوات على سيطرتها على قطاع غزة فشلت حركة حماس في الإدارة بشكل فعال وتميل حماس لإلقاء اللوم على العوامل الخارجية لفشلها في الحكم لكن سكان غزة الذين يتعاملون مع حماس يوما بعد يوم يعرفون جيدا أن معظم الأمور تحت سيطرتها الكاملة وحركة حماس لم تحرز أي تقدم بشأنها هذه أمور بسيطة ولكنها أساسية تؤثر على نوعية الحياة لكل مواطن لقد هدمت حماس الموارد الثمينة لأغراضها بدلا من التخفيف من بؤس شعب غزة الأيديولوجية في غضون هذه السنوات العشر أخفقت حماس في إحراز تقدم نحو اعتدال وجهة نظرها الدينية المتطرفة وقد ازدادت سلطة المتشددين في صفوف حماس وأصبحوا يحكمون السيطرة على الحركة ونتيجة لهذا ظلت حماس بعيدة عن التيار الفلسطيني المعتدل الفشل الأمني كتب محمد يوسف جريدة البيان هل سيوقف خالد مشعل التهريب عبر الأنفاق ويشمل تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات وغسيل الأموال وعلى الرغم من النصائح المتكررة من قبل أصدقاء الشعب الفلسطيني فإن حماس فشلت في تحسين الوضع الأمني في غزة الابتعاد عن الشعب إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يريدون الكرمة والتمكين والاعتماد على الذات لإعادة بناء غزة وبناء مجتمع مزدهر بعيد عن العنف وملئ بالأمل نحو مستقبل آمن ومزدهر خلال السنوات العشر الماضية أظهرت حماس قدرة كبيرة على التجاهل هذه الأمال ورغبات التيار الفلسطيني المعتدل وبدلا من ذلك فإنها تركز فقط على مصالحها الذيقة ما تريده حماس لا علاقة له بما يريده التيار الفلسطيني باختصار استخدمت حماس سنواتها العشر في السلطة بشكل سيء وبالإضافة إلى الأغلبية الفلسطينية المعتدلة حتى بعض مؤيدي حماس يتسألون الآن عن قدرة الحركة على الحكم في غزة كما ذكرت صحيفة الحياة بإيجاز قضت حماس عشر سنوات في السلطة في قطاع غزة بعد أن انتهكت جميع الاتفاقات التي وقعتها مع فتح بما في ذلك اتفاق مكة إلى أنها نجحت في شيء واحد هو الاحتفاظ بالسلطة بعد أن جعلت كل فلسطيني مقيم في قطاع غزة يسعى إلى الهرب منه ترجمة نانسي قنقر